بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجل كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدبوا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اتنين فكتبوهما فعسسنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتبوا ولنرجبنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئذ ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجران وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من رجونه آلهة إن يردن الرحمن بظل لا تغني عني شفاعتهم شيئا شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوني قيل دخل الجنة خال يا ليت قوم يعلمون بما وفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا معورون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حفبا فمنه يأتلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمده وما عملته أيديهم أفلا يشترون سبحان الذي خلق الأسواج كل ذا بما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النبار فإذا هم مظلمون والشمس تجني لمستخل لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه مناسل حتى عاد كالرجون الخليم للشمس ينبغي لها أن تددك القمر ونبليل سابق النهار وكل في فلك يسبعون وآية لهم أننا حملنا ذنيتهم في الكلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغذرهم فلا صريخ له ولا ينقضون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معذرين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلام مبين ويقولون متى هذا الوعد إذ كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهمهم يغتعون ونفق في الصون فيداهم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرخدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تغلب نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أسواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يتعون سلام لخخ لهم من رب رحيم هو امتاز اليوم أيها المجدمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا شراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جغنم التي كنتم توعدون إصلوا اليوم بما كنتم تكفرون كاليوم نخدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء نقمسنا على أعينهم فاستبقوا الشراط فأنا يمسرون ولو نشاء نمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمنا مشعر وما ينبغي له لهم وإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويعيخ القول على الكافرين أم لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعابا فهم لها مالكون وذللناها لهم فمن غار كذبهم ومنها يأكلون ولو فيها منافع ومشار وفلا يشكرون واتخذوا من بدون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصره وهو لهم جهد محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم قبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل حيغ الذي أنشأها أول مرة وهو بك لخلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخرى نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بخادر ولا أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إلا ما أمره إذا أرد شيئا أن يقول له كن وفيكون فسبحان الذي في يديه ملكوت كل شيء وإليه ترجعون